موسيقى عبر رئيس الوزراء الاسرائيلي الاسبق ورئيس حزب اسرائيل ديمقراطية ايهود باراك عن اعتذاره للمجتمع العربي عن احداث اكتوبر الدامية عام 2000 التي اسفرت عن استشهاد 13 مواطنا عربيا في البلاد هذا ورحب حزب ميرتس بهذا الاعتذار واعتبره بابا للتحالف بين الطرفين وانه سيكون مكسبا لأصوات الناخبين العرب وقال باراك انه يتحمل كامل المسئولية عما جرى في فترة ولايته لرئاسة الوزراء الاسرائيلية مشيرا الى انه لا يمكن باي حال من الاحوال ان تقتل الشرطة المواطنين خلال احتجاجاتهم على حد تعبيره من جانبها قالت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية ان اعتذار ايهود باراك عن احداث اكتوبر عام 2000 يأتي لاحتياجات انتخابية مشيرة الى ان ذلك جاء بفعل نصائح مستشارين اعلاميين وسياسيين بهدف التواغل في الشارع العربي وان هذا لن يغلق ملف الشهداء نال شيخ قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في النقب صياح الطوري حريته عقب سبعة اشهر قضاها في الاعتقال بسبب رفض المخططات الاسرائيلية ضد القرية التي قامت السلطات الاسرائيلية بهدمها وتشريد سكانها للمرة السادسة والاربعين بعد المئة على التوالي مؤخرا وقال شيخ العراقيب ان السلطات الاسرائيلية تحاول اخضاع اهالي القرية للتقدم الى بقية قرى النقب مؤكدا على ضرورة الوحدة لمواجهة هذه المخططات خصوصا في ظل حالة تشتت الاحزاب العربية وتعثر تشكيل القائمة المشتركة ويواصل اهالي العراقيب الصمودة في قريتهم رغم اوضاعهم المعيشية القاسية وحرمانهم من مقاومات الحياة الطبيعية فيما يعيد ابناء القرية بناء الخيام والمساكن باستمرار تصديا لمخططات اقتلاعهم وتهجيرهم من ارضهم شيعامئات المواطنين الفلسطينيين جثمان رئيس بلدية نابلس الاسبق بسام الشكعة الذي توفي عن عمر يناهز 89 عاما ويعتبر الشكعة احد ابرز الشخصيات الوطنية على الصعيد الفلسطيني نحن اليوم نذرف دمعة على رحيل ابو نضال لكن نحن نقبض على الثوابت التي كان هو جزءا منها بكلتا يدينا من اجل مواصلات الطريق التي صار عليها ودفع ثمنا باهظا من اجلها على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد العائلي فلذلك نحن نترحم عليه في هذا اليوم نعزي شعبنا الفلسطيني كله ونع الرئيس الفلسطيني محمود عباس الشكعة واكد على انتمائه ودفاعه المتواصل عن القضية الفلسطينية وتمسكه بالوحدة الوطنية والحقوق العادلة والمشروعة للشعب الفلسطيني ترى قيمة بسام الشكعة من خلال كم الحقد لدى الاحتلال عليه الذي ادى الى تدبير هذه العملية التفجير الذي ادى الى قطع قدميه هو كالمناضلين هكذا اعتبر ذلك وساما وسام شرف على جبينه وقال مقولته المشهورة انكم بقطع قدمي قربتموني من الارض التي اعشقها اكثر هذا الذي ادخله واسكنه قلوب ووجدان وعقول ابناء شعب الفلسطيني له الرحمة وكان للمناضل الفلسطيني الراحل دورا كبيرا في افشال المخططات الاسرائيلية الاستيطانية من خلال تثبيت المواطن الفلسطيني على ارضه كما وتعرض لمحاولة اغتيال اسرائيلية ادت لبتر ساقيه ونجح ايضا في افشال قرار ابعاده الذي حاولت سلطات الاحتلال تنفيذه طلب امين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب اعرقات تعاون دول العالم مع المحكمة الجنائية الدولية لفتح تحقيق فوري في الجرائم التي يرتكبها مجرم الحرب والمسؤولون الاسرائيليون هذا وطالب عرقات بدعم المفوضية السامية لحقوق الانسان في تنفيذ ولايتها لاصدار قاعدة بيانات الشركات العاملة والمتواطئة في المستوطنات الاسرائيلية غير القانونية وتأمين الحماية الدولية للشعب الفلسطيني جاء ذلك في رسائل وجهها أمين سر اللجنة التنفيذية إلى وزراء خارجية عدد من دول العالم في أعقاب هدم مئة شقة سكنية في حي وادي الحمص في القدس المحتلة شرح فيها حول إجراءات الاحتلال الممنهجة بالضم غير الشرعي لمدينة القدس المحتلة وإلغاء الوجود الفلسطيني بعد قرار أعضاء بلدية رهط عدم المصادقة على الميزانية وبالتالي دعوتهم إلى جلسة استماع في وزارة الداخلية عبر سكان من المدينة عن خيبة أمالهم مما أسموه تغليب المصالح الشخصية على المصلحة العامة أعضاء بلدية رهط للأسف الشديد حل أنفسهم وجابوا لنا لجنة معينة من الخارج يعني هذا تبين لنا أحنا أن الأعضاء البلدية اللي هم مصلحة شخصية في هذا الموضوع ليس مصلحة الشعب مصلحة المواطنة هالرهط بالنسبة لللجنة المعينة اللجنة المعينة لا ولا مرة يكون رايح همها مصلحة أهل شباب رهط وأهل مدينة رهط لا يجوز في هذا الموضوع لا عالفاظي كل عالفاظي يعني أنا بالنسبة لي كل اللي بصير هذا غلط يعني بلدية رهط اللي وصل لمرحلة نجح واللي ما نجح وصلوا بقدروا يوصلوا لحطوا إيدهم في بعضهم ويركبوا بلدية ويزبطوا في حالهم أحسن بيجي من براء ويقودوا بلدهم يتقودوا بلدية رهط بالنسبة لي يعني أحسن من اللجنة اللي تجي جديدة ويتقود بلدية رهط قدروا كل اللي كانوا مرشحين وحطوا دانهم في بعض ولاد بلد وبلدية واحدة وإن شاء الله للمرة الجاية اللي كان أحسن هو اللي يخذها سكان رهط يتخوفون من مستقبل المدينة بكل ما يتعلق بالخدمات وتنفيذ سياسة السلطات الإسرائيلية خاصة بما يتعلق بنقل مواطنين من قرى مسلوبة الاعتراف إلى المدينة التي تعاني من ضائقة سكنية قاسية الشعب الرهطوي في حاجة ماسة لكل الخدمات الموجودة في نقص كبير في الخدمات أتوقع أن اللجنة المعينة هذه ما راح تكون بذلك المسؤولية أو كثير حاب مصالحنا الشخصية تبعت رهط بتمنى من الكل أن نتكاتف حول الرئيس ونتجاوز المرحلة الصعبة اللي مرت فيه رهط بعد الانتخابات وفترة الانتخابات وفترة الاجتماعات والتشكيل مجلس بلدي بتمنى أن نكون نتجاوز الشغلة هذه لصالح البلد في رهط ولصالح الجميع يعني أول شي هذا قرار غلط أسوه لازم كلما توحدوا مع بعض لازم كلما توحدوا وكانوا يدوحدوا عشان أركبوا بلدية بس ثم ما توحدوا وكل واحد رافع خشم منينية ومنينية واليهود جواب فاتوا علينا الحين وإن شاء الله خير إن شاء الله اليهود بيعطوا خدمة ومن شراء يعطوه زي ما كان العرب وإن شاء الله خير تساؤلات كثيرة لا تزال عالقة حول مستقبل ثاني أكبر مدينة عربية في البلاد من سيكون أعضاء المجلس البلدي المعين وهل سيستمر رئيس بلدية رهط المنتخب الشيخ فايز أبو الصيبان في منصبه وكيف ستكون طبيعة عمله في ظل اللجنة المعينة في ظل ازدياد نسبة العنف والجريمة في المجتمع العربي نظمت جمعية مبادرات إبراهيم مؤتمر الأمن الشخصي في البلدات العربية بمشاركة رؤساء المجالس وأعضاء الكنيسة لعرض التقرير الثاني من سلسلة تقارير تنشرها الجمعية تحت إطار مشروع مجتمع آمن في السنوات الأخيرة ترى ارتفاع حد في نسبة العنف والجريمة في المجتمع العربي إذ كتل أكثر من سبعين مواطنا عربيا فقط في عام 2018 وتشير النسب أيضا إلى أن أكثر من 38% من المجتمع العربي لا يشعرون بالأمان بمحيطهم لمسنا معطيات جدا مقلقة في هذا البحث جزء من هذه المعطيات نقدر نشير إن 61% من القتلى في إسرائيل هن مواطنين عرب بالمقابل 35.8% من المستطلعين أرائهن عبروا عن عدم شعور بالأمان في حي السكنهن وهذا معطي جدا صعب يدل البحث على أن الأسباب المركزية للعنف في المجتمع العربي تنبع من تواجد غير كاف للشرطة في البلدات العربية بالإضافة إلى الوضع الاجتماعي الاقتصادي للمجتمع العربي لتحديد طريقهم المهنية والعلمية واستغلال العطلات الصيفية أقام مركز السرايا بالقدس مخيما يجمع ما بين الترفيه والتعليم بهدف التعرف على المهن المتوفرة في المجتمع الفلسطيني وفي هذه الجولة رافق المصحفين من طاقم الهلال الأحمر نحن مخيم أرسم طريقك المهني هو أول مخيم عندنا مركز السرايا أجل هذا المخيم بفكرته من خلال شغلنا المتراكم مع الأطفال خلال السنوات لهذا الأطفال بهذا العمر هم بحاجة لأنهم يحدد طريقهم المهني والأكاديمي فهذا المخيم عملناه عشان نعرف الأطفال بأكبر قدر من الممكن بالمهن الموجودة بالمجتمع الفلسطيني وعملنا فيه زيارات مختلفة لأماكن مختلفة بالقدس أو في المناطق الفلسطينية عشان يتعرفوا على المهن الغير تقليدية بالمجتمع الفلسطيني نعطيناهم على قسم الإسعاف والطوارئ اللي هو القسم الرئيسي في الجمعية في القدس وعطيناهم شوية تدريب عن الإسعاف والطوارئ وعن طريقة النقل المصاب وعن طريقة الإسعافات الأولية السريعة وكمان أعطيتهم شوية معلومات عن الجمعية وعن عمل الجمعية وعن الشارع اللي طلبوا مني أكثر مرة كان في عندهم إيش الشارع أو السبب وجود الشارع بين الصليب الأحمر وشارة الهلال الأحمر أو كيف نواجدت المشتركون أشهدوا بتنظيم المخيم الذي يعمل على تذويت الثقافة في نفس الطالب وفتح أفاقه التعليمية نحن هلا هون في جمعية الهلال الأحمر من نتعلم بعطونا نبذات عن الطب والإسعافات الأولية وإش كتير منيح أنا من منظوري أنه مخيم السريعة مخيم فريد من نوعه كتير كتير منيح أنا بمخيم أرسم طريقك من مركز السريعة هو مخيم مهني عشان نتعرف على طريقنا المهني وما ينضيع وقت يعني بأشياء تانية أنا بستفيد منيك دورات عشان إذا حد صار له إصابة أقدر أساعده عبارة المتيجة في صيرة الإسعاف إذا سكر عنده مجرى التنفس أو إذا نخنع أو إذا صابت ضربة شمس أو أي شيء لبناء جيل واعد تعمل المؤسسات الجماهرية الفلسطينية التي تسعى بكل قوة لوضع الطالب الفلسطيني على خريطة النجاح العلمية والعملية استدعت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية دبلوماسيا صينيا وآخر روسيا لتقديم احتجاج بشأن ما وصفته بدخول طائرات عسكرية من البلدين ما تسمى بمنطقة التعريف للدفاع الجوي الكوري في حادثة شهدت إطلاق طائرات حربية كورية جنوبية المئات من الأعيرة التحذيرية على طائرة عسكرية روسية قالت إنها دخلت المجال الجوية للبلاد ووصل ماكسيم بولكوف نائب رئيس البعثة الروسية والسفير الصيني تشيو كو هونغ لمقر وزارة الخارجية الكورية الجنوبية حيث اجتمعا مع نائب الوزير للشؤون السياسية يون سونغو الذي قال إنه سيقدم احتجاجا شديد اللهجة وسيحثهما على الحيلولة دون تقرار ذلك الحادث وكان مسؤول دفاع في سول قد قالوا إن طائرات حربية كورية جنوبية أطلقت أعيرة تحذيرية على طائرة عسكرية روسية دخلت المجال الجوي للبلاد في حين نافت روسيا اختراق أي مجال جوي واتهمت طياري كورية الجنوبية بالطهور وقال مسؤول بوزارة الدفاع الوطني في سول إن هذه هي المرة الأولى التي تنتهك فيها طائرة عسكرية روسية المجال الجوي الكوري الجنوبي وقالت وزارة الدفاع في بيان إن قاذفتين روسيتين وقاذفتين صينيتين دخلت ما تسمى بمنطقة التعريف للدفاع الجوي الكوري في وقت مبكر اليوم الثلاثاء وأضافت أن طائرة روسية ثالثة خاصة بالإنظار المبكر والمراقبة اخترقت في وقت لاحق المجال الجوي الكوري الجنوبي مرتين فوق تقدو وهي جزيرة تسيطر عليها كوريا الجنوبية وتطالب بها اليابان وذلك بعد الساعة التاسعة صباحا بالتوقيت المحلي في المقابل نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزارة الدفاع نفيها أن تكون قاذفاتها قد انتهكت المجال الجوي الكوري الجنوبي وقالت الوزارة إن طائرات عسكرية كورية جنوبية قطعت الطريقة أمام القاذفتين الروسيتين ولم تتواصل معهما وأضافت الوزارة أن هذه ليست المرة الأولى التي يتدخل فيها طيارو كوريا الجنوبية فيما تعلق بتحرق طائرة عسكرية روسية فوق مياه محايدة أما وزارة الخارجية الصينية فقالت إن منطقة التعريف للدفاع الجوي الكوري ليست مجالا جويا أقليميا وإن كل الدول تتمتع بحق حرية التحليق فيها قال الرئيس الفرنسي إيمانويل مكغون إن نحو أربع عشرة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وافقت على ألية تضامن جديدة اقترحتها ألمانيا وفرنسا لتوزيع المهاجرين في أنحاء الاتحاد وكان وزاراء الخارجية والداخلية في دول الاتحاد الأوروبي اجتمعوا في باريس لمناقشة الهجرة والمسائل الأمنية وقال مكغون للصحفيين إن أربع عشرة دولة عبرت في ختام اجتماع يوم الاثنين عن موافقتها من حيث المبدأ على الوثيقة الفرنسية الألمانية وأضف مكغون أن فرنسا طلبت من الحكومة الليبية ضمان إنهاء احتجاز المهاجرين في ليبيا واتخاذ الإجراءات الملائمة لضمان سلامتهم وليبيا نقطة انطلاق رئيسية لمهاجرين من أفريقيا يفرون من الفقر والحرب ويحاولون الوصول لإيطاليا عن طريق البحر لكن خفر السواحل الليبية المدعومة من الاتحاد الأوروبي يعترض طريق كثيرين منهم ويعيدهم إلى ليبيا وتحتجز السلطات نحو ستة آلاف شخص في مراكز تديرها الدولة في ظل أوضاع تصفها الأمم المتحدة وجماعات حقوقية بأنها غير آدمية في كثير من الأحيان ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة